مصداق من مصادق النجف الأخبار أنا لا أتحدث عن الجغرافيا إنما أتحدث عن المنهج إنه المنهج الطوسي أكان في النجف أم كان في كربلاء أم كان في بغداد أم كان في بيروت أم كان في الكويت أم كان في قوم أم كان في مشهد أم كان أم كان أم كان أنا أتحدث عن المنهج الطوسي الأخبار هذا هو الذي عنونته بالنجف الأخبار إنه النجف الطوسي البتري المرجئي الأخبار هذا هو بالتحديد ما أقصده حينما أقول النجف الأخبار مرجع من مراجع المستقبل إنه صاحب الكلمة الذهبية التي مرت علينا في التحفة الدخية نحن رجال الدين إلى آخر كلامه مرت عليكم الكلمة قبل قليل أحسين الشرازي مرجع الكربلائيين مرجع الشرازيين القادم أبوه المرجع المعاصر صادق الشرازي يقتل نفسه قتلا وقد قتل نفسه قتلا لأجل أن يقف أمام أولاد أخيه محمد الشرازي مانعا لوصولهم إلى المرجعية من أجل أن يتسنم ولده هذا حسين الشرازي أن يتسنم المرجعية وراثة من بعده في حديث له في أحد الحسينيات الكويتية في الأيام القريبة أحسين الشرازي يتحفنا بتحفة جديدة من تحفه الذهبية النورية رجاء أن أعرض لنا الفيديو بس أعرف أنه القضية مو يشكل إذا هذاك ربح يعني لازم أن تطيح بالبير هذا قانون الحياة الكل يصيرون أوادم الكل يصيرون شخصيات في الحياة الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا في دير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أخبر والله العظيم قانون هذا روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلام عليك إلا الآن إش قدعوا لما عدنا جيب لي عالم اللي يبني طالع عالم ماكو جيب لي شيخ المفيد ابنه منه سامع اسمه بحياتك شيخ الطوسي ابنه منه اب عمرك سامع اسم الشيخ والده شيخ الطوسي المعاخر الحلي ابنه منه اب عمرك سامع؟ والله أنا ما سامع أنا اللي دارس كل عمري خمسين سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه أصلا ما سامع اسمهم بذولة السيد البروجردي سامعين هذا خب بعضكم قلتوا ولده منه سامعوني اسمه شاعة عبد الكريم الحائري هذه المراجع المتأخنين ولده منه أنا ما سامع فمثلا هذا قانون إذا الإنسان صار فترادوت كلش مهم صار فتخطيب كلش مهم ابحثوا شوفون أولاده ناس طيح الحظ قانون الله هذا هذا قانون الله قانون الله إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر هو يقول لا كذا إذا الإنسان صار فترادوت كلش مهم صار فتخطيب كلش مهم ابحثوا شوفون أولاده ناس طيحين حظ قانون الله إذا أردنا أن نطبق هذا القانون بحسب ما يقول على أحسين الشرازي نفسه فأبوه مرجع فلابد أن يطبق عليه هذا الوصف إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر هم يقولون مو أنا أقول من أقول النجف الأغبر هذا هو نتاجه النجف الأغبر يعني المنهج الأغبر يخرجنها الغبران هذا هو الواقع لست أنا الذي أقول هو الذي يقول لكن أحسين الشرازي نسي قانون المهمة الولد على سر أبي فإذا كان الولد أغبر يعني أن أباه أغبر أيضا الولد على سر أبي ومن شابه أباه فما ظلم هذه حقيقة علمية الولد على سر أبي العلم يثبتها التأريخ يثبتها التجارب الحياتية اليومية تثبتها فإذا كان أولاد المراجع غبران هذا يعني أن المراجع غبران أيضا لماذا؟ لأنهم نتاج من المنهج الأغبر إنه منهج النجف الأغبر المنهج الطوسي البتري المرجعي الأقدر هو ضرب أمثلة مثلا ذكر الشيخ المفيد قال الشيخ المفيد ابن منه سامع اسمه بحياتك نحن لا نعرف أولادا للمفيد هذا صحيح ثم قال الشيخ الطوسي ابن منه بعمرك سامع اسم ولد الشيخ الطوسي نعم الشيخ الطوسي هو الذي أسس المرجعية بالوراثة فإن ابنه الحسن قد ورث المرجعية عن أبيه هذا الذي يسمى بالمفيد الثاني هو أغبر فعلا هو أغبر كان غبيا لكن مراجع الشيعة يعلون من شأنه لماذا لأن أسانيدهم إلى الطوسي تمر من خلاله ولذا يعلون شأنه وإلا فهو جاهل غبي أغبر تنطبق عليه قاعدة إحسين الشيرازي إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر لكن كما يقول من أنه قضى عمره أحسين الشيرازي في الدراسة أنا اللي دارس كل عمري خمسين سنة أمخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه هو لا يعرف ابن الطوسي أنت ماذا درست إذن أسانيد علماء الشيعة إلى الطوسي تمر عبر ولده الذي صار مرجعا لشيعة بعد أبيه بالوراثة مثل ما ستصبح أنت مرجعا للشرازيين والكربلائيين من أتباعهم ستصبح مرجعا لهم بالوراثة أيضا صار مرجعا لشيعة مرجعيته هي أطول مرجعية في تاريخ المرجعيات الشيعية تجاوزت الخمسين سنة البعض يقول من أنها قاربت الستين قطعا هي جاوزت الخمسين سنة لكنها هل جاوزت الخمسين بسنة بسنتين ربما أكثر لأن البعض يقول من أن مرجعيته قد قاربت الستين عاما أطول مرجعية في تاريخ المرجعيات الشيعية هي مرجعية الحسن الذي يعرف بالشيخ أبي علي الطوسي هو ولد الطوسي صار مرجعا بعد أبيه بالوراثة وكان جاهلا غبيا مشبعا بالفكر الناصبي لذا يمتدحه النواصب مراجع الشيعة يعلون من شأنه لأن طريقهم إلى الطوس يمر من خلاله أتحدث عن طريق الإجازة والرواية والأسانيد التي هم يهتمون بها فمرجعيته الوراثية كانت طويلة جدا كادت أن تقترب من الستين عاما لا أدري كيف يتحدث إحسين الشرازي الذي يقول من أنه قضى عمره بالدرس والتحقيق كيف لا يعرف هذه البديهيات وأشار إلى المحقق الحلي المحقق الحلي نحن لا نعرف له ولدا لكن أولاد أخته معروفون العلامة الحلي هو من تلامذة المحقق الحلي وهو ابن أخته وكان يعامله معاملة الولد وكذا أخو العلامة الحلي العلامة الحلي هو الحسن ابن المطهر الحلي الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي أخوه علي ابن يوسف ابن المطهر الحلي صاحب كتاب العدد فهؤلاء هم أبناء أخته أبناء أخت المحقق الحلي وقد اتخذ من العلامة الحلي ولدا له كان يعامله معاملة خاصة أشار إلى البرجردي وأشار بعد ذلك إلى شيخ عبد الكريم الحائري يقول ولدا منه ماكو أنا ما سامع هذا أمر غريب أتعلمون أن بيت عبد الكريم الحائري في الزقاق الذي فيه بيوت الشرازي وكان يقطنه ولده ولد عبد الكريم الحائري وهو من الشخصيات العلمية المرموقة معدود في طبقة المراجع من الدرجة الثانية هو لم يتصدى للمرجعية شيخ مرتضى الحائري كان جاراً لآل الشرازي هناك زقاق زقاق يعني كوشي كوشي قلبيغاني زقاق قلبيغاني هذا الزقاق يمتد ما بين شارعين مهمين شهار مردون وآزار في هذا الزقاق بيت القلبيغاني المرجع وبيت عبد الكريم الحائري الذي هو والد مرتضى الحائري يجاور بيته القلبيغاني بالضبط مقابل مدرسة الإمام المهدي أنا سكنت في هذا الزقاق في بداية الثمانينات وكنت يومياً حينما أخرج من البيت صباحاً إلى الدرس كنت أصادف شيخ مرتضى الحائري وقد خرج من بيته ذاهباً إلى الدرس ذاهباً إلى درسه إلى شؤونه كنت دائماً أصادفه في هذا الزقاق هذا الزقاق أيضاً فيه بيوت الشرازيين محمد الشرازي صادق الشرازي وأولاده أولاده فبيت مرتضى الحائري الذي هو ولد عبد الكريم الحائري هو جارهم رجاءً اعرضوا لنا صورة عبد الكريم الحائري هذا هو شيخ عبد الكريم الحائري الذي يعرف بأنه مؤسس حوزة قوم وأعرضوا لنا صورة ولده شيخ مرتضى هذا هو شيخ مرتضى الذي كان صديقاً وقريباً جداً من السيد الخمين أعرضوا لنا الصورة الثانية هذا هو شيخ مرتضى الحائري وكان من الشخصيات العلمية المرموقة بحسب موازين الحوزة في مدينة قوم المقدسة توفي سنة ألف أربعمية أو ستة للهجرة كان مجاوراً لبيوت الشرازيين في الزقاق نفسه هو يقول من أنه محسام يبدو أن حسين الشرازي أمطفي وطابق على صفحة هذا جاره في الزقاق نفسه مسافة قصيرة فيما بين بيت مرتضى الحائري وبيوت الشرازيين في نفس الزقاق من أقولكم غبران هم يقولون غبران والواقع يشهد بذلك رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة أخرى بس أعرف أنه القضية مو يشكل إذا هذاك ربح يعني لازم أنت تطيح بالبير هذا قانون الحياة الكل يصير أوادم الكل يصير شخصيات في الحياة الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا في دير بالك إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أخبر والله العظيم قانون هذا رح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه والشريف صلوات الله وسلام عليه إلى الآن اش قدعوا لما عندنا جيب لعالم اللي يبن طالع عالم ما كو جيب لي شيخ المفيد ابن منه سامع اسمه بحياتك شيخ الطوسي ابن منه بعمرك سامع اسم والده شيخ الطوسي المعاقر الحلي ابن منه ابن عمرك سامع والله أنا ما سامع أنا اللي دارس كل عمري خمسين سنة مخليها بالدراسة ما أعرف أنا منه أصلا ما سامع اسمهم بذولة السيدة البروجردي سامعين هذا خوة بعضكم قلت ولد منه سامعون يسمع شاعد الكريم الحائري هذا المراجع المتأخنين ولد منه أنا ما سامع فمثلا هذا قانون إذا الإنسان صار فترادوت كلش مهم صار فتخطيب كلش مهم ابحثوا شوفون أولاده ناس طيح الحظ قانون الله هذا إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبار والله العظيم هذا قانون الله بحسب هذا الفطحل الشرازي العظيم مهدي ساعدي والكلمات لثامر السراج مهدي 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 العمامة ضد لي قدس العمامة هالعمامة هي خرقة الدون ما ترفع مقام العالم الفاهم المخلص بفعلة يفرض احترام لو شفت عالم بالكلام مسلت قلت شفصت مولاي أقعد وسكت صالف لي عني النست لول بسكيت صالف لي عني النست لول بسكيت أكمل أكمل وعيد صارت عدهم مليارات من مال الفقرة هذا المنفوخ بها اليوم خليعرف قدره صارت عدهم مليارات من مال الفقرة هذا المنفوخ بها اليوم خليعرف قدره الجاهل أنتم قدسين أضحك مكافي مكافي شبيكم قدسون بالأسلاح أغوائي شكرا